تعتبر فصيلة الدم أهم ما يبحث عنه الأطباء في السجلات الصحية لأي مريض قبل إجراء أي فحص أو عملية أو كشف روتيني لما تحمله فصائل الدم من نقاط ضعف أو قابلية لحمل أنواع معينة من الأمراض أثبتت الدراسات الحديثة أن أمراضاً معينة تصيب فصائل دم دون سواها من فصائل دم أخرى وأن أصحاب فصيلة الدم أو يبدون الأكثر حظاً وأشارت مجلة طبية أن مشاكل الذاكرة تصيب أصحاب فصيلة الدم A-B أكثر من غيرهم وأن كبار السن من فئة الدم A-B يظهرون أكثر من سواهم مشاكل في التعلم وإعادة تذكر الأشياء كما أن أصحاب فئة الدم A وB أكثر عرضة لتلك المشاكل من فئة O وأيضاً سرطان المعدة يعد أصحاب الدم A-B معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بسرطان المعدة إذ يملك هؤلاء نسبة أعلى من غيرهم للإصابة بهذا المرض وذلك بنسبة 26% أكثر من أصحاب فئة B و O أما أصحاب فصيلة الدم A فتزيد فرصة إصابتهم ب20% عن B و O أمراض القلب أصحاب الفئة O أكثر حظاً أيضاً فيما يتعلق بأمراض القلب وأعراضه لأن خطر الإصابة بأمراض القلب أقل بنسبة 23% مقارنة مع فئات الدم الأخرى إذ يبدو أن أصناف الدم A و B و B هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب سرطان البنكرياس يعد أيضاً أصحاب الفصيلة O أكثر حظاً من غيرهم فيما يتعلق بسرطان البنكرياس فهم أقل عرضة للإصابة بهذا المرض بنسبة 37% من باقي أصناف الدم ونصح الأطباء وأصحاب فئة الدم O بملاحظة أوزانهم إذ يحتاج أصحاب فصيلة الدم O زائد إلى العناية دوماً بأوزانهم والمثابرة على ممارسة التمارين الرياضية نظراً لسرعة ارتفاع أوزانهم كما يجب على أصحاب هذه الفئة تجنب الكافيين لأنه يزيد من مستويات الأدرينالين والنور أدرينالين